شركة سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مؤتمر حوار برلين الطاقة العالمي الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الألمانية برلين نعم المؤتمر جاء بدعوة من قبل معالي السيدة آنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية وسعادة السيد روبرت هابيك نائب المستشار وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية ويشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت شعار تحويل الطاقة من الطموح إلى التنفيذ عدد من وزراء الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة والمناخ والطاقة ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا الطاقة وتأثيرها على المناخ والبيئة والطاقة المتجددة والجهود العالمية القائمة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي